بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بحرقكم فيديو جديد في هذا الفيديو هعرض لحرقكم لقطات من يوم خطوبة نرهان نرهان طبعا الفتاة الشهيرة الشهيرة بالشر طبعا لارتكبته واللي قامت بإنهاء حياة والدتها السيدة داليا الحوشي رحمة الله عليها بمساعدة عشائها المجرم اللي اسمه حسين فهنشوف من خلال هذا الفيديو ولقطات جديدة للخطوبة بتاعتها ولحظة خروج نرهان من الكوافير يعني وهي خارجة وخطبها اللي كانت مختباره طبعا هو بيستقبلها والدتها وقفة بتستقبلها أول واحدة بتستقبلها ونشوف حجم الحب اللي كانت بتقينه هذه السيدة المحترم ورحمة الله عليها لهذه الفتاة اللي ما كانتش تستاهل يعني ذرة من هذا الحب طبعا واللي أنهت حياة والدتها بشكل باشر نشوف مع بعض كده اللقطات دي وديه اللقطات جديدة يا جماعة يعني ما تعرضتش قبل كده نشوف مع بعض كده اللقطات دي من خطوبة نرهان قبل ما تروح القاعة اللي هم عملوا فيها الخطوبة دي باللقاطات الأولى ليها وهي خارجة من الكوافير ونشوف استقبل والدتها ليها كان عامل ازاي يعني فعلا مشهد بنعيد ليه الذاكرة واحنا طبعا منسناش للسه الموضوع قائم وشغال ولكن طبعا نظرا لأن الجلسات انتهت والحاجات دي كلها فممكن يكون يعني شوية مع الأحداث اللي بتحصل بتغطي شوية على الموضوع فبنعيد للذاكرة يعني المشهد مرة تانية وبوري لحضراتكم ان يعني كم الحب اللي كانت يعني بتكنه الأم الرحمة الله عليها لهذه الفتاة المجرمة زي ما قلت لمستحقش واحد على مليار من هذا الحب نشوف مع بعض كده المشهد ونرجع عشان أختم مع حضراتكم سريعا حراكم شايفين دي نورهانة هيو وولدتها رحمة الله عليها السيدة داليا هي اللابسة الفستان الأخضر ويعني بتسلمها لعرسها زي ما حراكم شايفين السيدة داليا وقفة على جنب هيو وبتتكلم مع الفتيات اللي موجودين في المشهد ونورهان وقفة بتضحك عادي وسعيدة مشهد جميل ومشهد رائع ولكن للأسف أنهتوا هذه المجرمة نهاية مأساوية شفنا مع بعض المشهد طبعا مع تعليق صوتي مني وأنا حبيت زي ما قلت يعني الفيديو ده أنا ممكن أعتبره يعني للترحم على هذه السيدة المحترمة يعني من خلال هذا الفيديو أنا بترحم عليها على السيدة داليا الحوشي رحمة الله عليها ويعني أسأل المولى عنده وجل أن يسكنها فسيح جناته لأنها تعتبر يعني شهيدة يعني هي ماتت مخدورة تم الغدر بيها وعلى يد ابنتها فهي طبعا يعني اللحظة دي في حد ذاتها يا جماعة اللحظة اللي هذه السيدة الفاضلة رحمة الله عليها يعني ماتت على إيد ابنتها أو تب إنهاء حياتها بإيد ابنتها وهي شايفة هذا المشهد أعتقد ده أبشع مشهد ممكن أي حد يشوفه يعني وخاصة القبل كمان ما يموت يعني فعني فعلا حاجة صعبة جدا وأتمنى إن شاء الله برضو من خلال هذا الفيديو كما أترحم على هذه السيدة المحترمة رحمة الله عليها أتمنى إن شاء الله بإذن الله أن نرى قصاص ربنا العادل يتحقق في المجرمين نتمنى هذا إن شاء الله طبعا لورهان زي ما احنا عارفين إن هي تم إحالة أوراقها إلى فضيلة المفتي وخلال أيام قليلة سوف يتم النطق بالحكم ولكن طبعا المجرم التاني اللي اسمه حسين طبعا أحيل لأحد المؤسسات العقبية وزي ما أنا عرفت يعني إن في مساعي من محامي السيدة داليا رحمة الله عليها المحامي اللي أوكله إخوات أو أشقاء السيدة داليا بيحاول ويثبت إن هو فوق الأربعتاشر وطبعا الكلام ده يمكن في الفترة الأخيرة يعني فيه كلام إنه عنده سبعتاشر سنة ونص يعني حتى لو هو هيبقى في معزل أو في منأة عن تطبيق عقوبة العدم ولكن سوف يطبق عليه القانون الجنائي يعني لكن طبعا في هذه الحالة برضو حتى لو هو تحت الدولة الثمانتاشر عام طبعا هيحكم عليه يعني لو طبق عليه القانون الجنائي له هو فوق الخمسطاشر عام وأقل من طمانتاشر عام هيطبق عليه القانون الجنائي وهيحكم عليه بخمسة عشر عاما فقط خمسطاشر سنة فقط حبيل بس لنا أعرض لحداكم هذا الفيديو ده فيديو جديد ويعني نشوف هذه السيدة العظيمة كانت بتعمل إيه مع بنتها وكم الحب اللي حداكم شفتوه في هذا الفيديو مرة تانية يعني نترحم على السيدة داليا ألف رحمة عليها وندعو لها إن ربنا يعني يسكنها فسيحة جنات وإن شاء الله أشوفكم إن شاء الله فيديو جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته